السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم على درس مبارنة طالس لمادة الرياديات للسنة الثالثة اعدادي لدينا خاصية مباشرة وخاصية غير مباشرة الخاصية المباشرة التي تعطينا فيها مستقيمين متوازيين في المثلث هنا ليكون د مبارنة الاولى ليكون د Heraus ودي دوا ليكون د ا والدي دوا او الدي واحد ودي اتنان مستقيمين او مستقيمان متقاطعان في آ ب وام نقطتان من د واحد مختلفتان عن آ والس وان نقطتان من د دون مختلفتان عن آ إذا كان المستقيمين B, C و M, N متوازيين فإن A, M على A, B يساوي A, N على A, C يساوي M, N على B, C هذه الخاصية هنا لم نتكلم عن المتلت ولكن تكلمنا عن مستقيمين متقاطعين في A و B و M من D واحد و N و C من D اثنان هنا سنأخذ المثال واحد في الشكل عندنا في الشكل أسفله O, L يوازي T, E يعني في المتلت H, T, E O تنتمي إلى H, T و L تنتمي إلى H, E حسب خاصية أو مبرهنة طالس فإن HO على H, T أو OH على H, T يساوي H, L عفوا على H, E يساوي O, L على T, E هنا سنحسبه كما في السؤال حسب لنحسب H, T و O, L هنا أعطونا H, E يساوي 3 سنتيمتر و T, E يساوي 7 سنتيمتر و H, L يساوي 2 سنتيمتر و H, E يساوي 5 سنتيمتر عندنا مجهولين H, T H, T يعني الضلع متلت و O, L نصف أو جزء من الضلع H, E هو H عفوا هو O, L إذن سوف نحسبه O, L و H, T دائما عندما نريد أن نجيب عن السؤال ويوجد لدينا متلت نقول في المتلت نحدد المتلت في المتلت H, T, E لدينا O, L يوازي T, E و L تنتمي إلى H, E و O تنتمي إلى H, T إذن حسب مبارنة طاليس المباشرة لدينا O, H على H, T يساوي H, L على H, E يساوي O, L على T, E ونعود لدينا O, H يساوي ثلاثة و H, T هو الذي نريد أن نحسب و H, L يساوي إثنان و H, E يساوي خمسة و O, L كذلك نريد أن نحسب و T, E يساوي سبعة نأخذ من هذه المتساوية عنصرين نأخذ ثلاثة على H, T يساوي إثنان على خمسة و نحسب كما كما قلنا في الدرس السابق A على B يساوي C على D إذن A في B يساوي B في C أي بسط الكسر الأول في مقام الثاني و مقام العدد الأول في بسط الثاني هي التي هنا إثنان خمسة و B يساوي ستة و B يوازي السيد هنا ليس عندنا متلة هنا لدينا متلتين يشتركين في الرأس و A B يوازي السيد كما قلنا في المثال و O A يساوي خمسة و B يساوي ستة هنا نحسب نحسب X X وهو O C لدينا A B يوازي السيد حسب مباراة الطالس فإن O B على O D يساوي O A على O C يساوي B على D C و منه نأخذ شطرين من المتساوية O B يساوي O D يساوي O A على O C هنا نحسب نعود ستة O B يساوي ستة O D يساوي X زايد 2 O A يساوي 5 O C يساوي X ونحسب معادلة فيصبح عندنا في الآخر X يساوي 10 هنا نذهب إلى مباراة الطالس العكسية ليكون D و D مستقيمين متقاطعين في A B و N نقطتين من D مختلفتين عن A و B و C نقطتين من D مختلفتين عن A إذا كانت النقط A و B و M في نفس الترتيب نقط A و C و N إذا كان A M على A B يساوي A N على A C فإن المستقيمين متوازيين الخاصية المباشرة نذهب من التوازي إلى المتساوية والخاصية غير مباشرة نذهب من المتساوية إلى التوازي مثال A B يساوي 3 A C يساوي 2.4 A E 6.4 A D يساوي 8 لنبين أن المستقيمين متوازيين B C و D E علينا أن نتبت أن A B على A D يساوي A C على A C يساوي 2.4 6.4 يساوي 64 يساوي 3 على 8 A B على A D ساوي 3 على 8 إذن A B على A D ساوي A C على A E ولدينا النقط A B D في نفس ترتيب النقط A C E حسب المبارة الطاليس العكسية فإن B C و Z M N و شكرا